الأجواء بين اللعيبة والجهاز الفترة اللي فاتت كان كويسة أنا بقى كلمة دي عايزة تأخفه ده ما شوية يعني إحنا نوعا شايلين ليه هم الأجواء اللي بين اللعيبة وبين الإدارات الفنية سواء اللي المتخب أولا دي إحنا في عصر احترافه طالما اللعيب ياخد حقه ما عندوش طرف إنه بقاله وجهة نظر في مين اللي يلعب ومين اللي تغير ومين ده إحنا مش بنلعب لإمتاعك إنت بتلعب لإمتاع الجماهير والتحقيق المكاسب لأن عندك موهبة خاصة تكافأ عليها لكن إنت بليكش وجهة نظر إلا فيما يخصك إنت إنك إنت تتمرن وتبقى كويس ده اللي هو أي لعب يعني أنا بتكلم في العموم مش في اللعيب معين يعني أو في وقعة معينة لأن الكلام ده بدأ تردد كثيرا أصل اللعيب أعايز كذا أصل اللعيب نفسه كذا أصل اللعيب مش عارف كويس ده الكلام ده في عصر اللي هو من عشرين سنة كان ممكن نقبل الكلام ده لإن إيه المرضود غير إنه يستمتع بالكورة فإذا ما استمتعش بيه أو ليه عب طب هو جايله من ده بإيه لكن لما يكون جايله من ده بكتير قوي وحياة مستقرة وأوضاع سليمة ومستقبل مضمون عليك إنك تؤدي دورك بما يسمح بجو مريح في العمل بينك وبين زمايلك وبينك وبين الأجهزة الفنية وبينك وبين جماهيرك إنما الشخبطة اللي إحنا فيها دي واللخبطة اللي إحنا فيها دي والاشتباك والتراشق أفقدنا متعة كرة القدم الحقيقة يعني حتى على المجال الإداري يعني نحن ده فيه إيه يعني ما زلنا في نفس القضايا هي نفس الكلام هو هو واللي عايز أيوة بس هي كده أيوة بس هي كده أيوة بس هي كده لغة جديدة فلسفة جديدة بتطلع أجيال مش عايزة تنصل للجانب الموضوعي يعني يعني هنستكمل بعض الحوارات طيب هذه المباراة ربما تكون الأخيرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة في التصفيات لأنه آخر مدى ممكن تتعمل فيه انتخابات اتحاد الكرة آخر حاجة منتصف يناير الجاي يعني حتى بعد الدورة اللونبية لو خد مدة الأربعين يوم علشان يبدأ يدعو للجماعة العمومية في كل الأحوال 15 يناير أو 14 يناير المفروض ونت بتقول التصفيات هتبدأ امتى؟ في مارس فمؤكد أنه دي المباراة الأخيرة لجمال علام وخالد الدرندالي ومجلس الإدارة الحالي مع التصفيات المباراة رسمية آه المباراة رسمية لكن ما زال عليه مسؤوليات كثيرة جدا تجاه المنتخب وجادل فني وخطة الإعداد أيوة وليه أكتر أنك أنت تقود النظام الكوروي إلى نظام ده طبعا فيما يخص تصفات كاس العالم تصفات كاس الأمم دي ماشي لوحدة آه إنما أنا على فكرة تصفات كاس الأمم هتخدم على تصفات كاس العالم آه آه وهي بطولة مهمة من الضرش أني خشها نقول دي إعداد طبعا آه هي تارجت يعني لازل تبقى تارجت تبقى هدف آه 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 أنا عايز أقول يعني ربما وقالت تخوض أمطارك الأخيرة في المسئولية تكون تحررت أنت نفسك آه من ضغوط كتير جدك كمسؤول في تعادل كورة تبتدي بقى تخطط التخطيط الصح اللي يؤدي إلى مصلحة الأندية ومصلحة المتخبات اللي يؤدي إلى نظام كاروي ما يستهلكش اللعيبة بالمنظر اللا إنساني اللي إحنا شايفينه دا ونسمح بعمل فني الظروف مش سامحة بيه ما فيش مدرب يقدر يدعي أنه فارد بصمته إلا بشخصيته في أنه يقدر يجمع اللعيبة ويقدر يعمل تاكتك المباراة إنما إنه يعالج نواقص أو يكتشف طرق لعب أو يعمل مفيش وقت للكلام دا حتى علاج اللعيبة مش واخد وقته حتى يكتشاف النجوم الجداد مفيش الجرأة إلا في أندية اللي هي مش مضغوطة عليها بتحقيق أهداف بطولات أو البقاء في الدول يعني فيه مساحة كده في الجدول الأندية دي بيبعندها جرأة أكتر من اللي فوق من اللي تحت تقدر تعمل لها عايزة كمان نبتدي ننظر نظرة احترافية في الأندية اللي عندها مشاكل ونظرة احترافية في ترصيخ النظم ولوائح الاتحاد الدولي وتطبيقها بحزفرة لازم ناخد خطوة لإصلاح المناخ الكروي بشكل يحترمنا فيه النظام العالمي ما ينفعش لحد النهاردة نبقى احنا دولة من أكثر الدول اللي عندها مشاكل داخل الاتحاد الدولي والإفريق ما ينفعش احنا دولة رائدة احنا دولة أسسة الاتحادات الأهلية احنا دولة أسسة الاتحادات الإقليمية احنا دولة يعني أسمت في دخول كرة الخدم بأفريقيا صحيح احنا أصحاب الأرقام القياسية بكل حاجة على مستوى المتخبات والأندية مكانتنا بالأرقام لا يترجمها الواقع الكرة والمستويات المقدمة طب عايزين ايه أكتر من ان انت عندك واقع صلب تقدر توقف عليه وتبني والناس تذكرك بكل خير جمد قلبك ومالكش دعوة خود القرارات الصعبة وإحنا دخلين على قرار وزاري ما عرفش الدنيا هتبقى زي ما هي هتصفر عن تعديلات فيه أخبار عن تعديلات ولازم الاشتباكل في لجنة حاجات كتيرة لجنة الولمبية الوزارة طب واحدة من أهم القضايا اللي أفرزتها لتجربة المنتخب النادي الأهلي على سبيل المثال عنده أكبر عدد من اللعيبة مع المنتخب الوطني وعنده أكبر عدد من المباريات الرسمية اللي عامل هذا الاشتباك ما تلع ليه لأن نظام الكرة عندك غلط ما ينفعش يبقى عندك بتلعب 34 سبوع يعني لازم يبقى العدد الأندية في الدوري المنتاز أقل وتوسع شوية دوري المحترفين لأن نجحت التجربة تحت يعني نجحت وعمل مستويات قوية وابتدي سوقها يعني الناس اللي خايفة من يقولك دوري المظاليم ما بقاش مظاليم ده بقى دوري المحترفين وبيتزاعوا الناس بتشوفوا وتقدر تسوقوا وتجيب مدخيل مدخيل كويسة تساعد بها الأندية دي وتكتشف منها نجوم ويتقدم لك نجوم للمنتخب والأندية الكبرى وإحنا شفنا قلمع نجوم الدوري دلوقتي يطلعين من الدرجات الأدنى كثير من الأمور يمكن بشيء من الجرأة لأني ما زلت أقول يا جماعة إذا فضلنا كده كرة القدم مهددة بحاجتين المراهنات وغسيل الأموال وعشوائية الإدارة وغسيل الأموال